هو ما بيخلش وزاهد الدنيا بعد فاتبوك فتوفى سجت ان دي لكن يعني خليني برد اوضحها دك ان بعد الانباري ترددت في الاولان الماضي كان بيعاني من مرض الكورونا مرض الكورونا وضلطات سوريا كان دحية المرض كلنا اجلنا الكورونا وعافينا منه لكن مش السبب الكورونا فيه سبب اخر؟ ان كان خيل بياخد مخدرات بطلها من زمان خلينا نتكلم طيب عن طبيعة العلاقة اللي كانت بتجمعت بالفنان الواحد سام العدل وايضا ابنيه يعني انا متربي مع سام العدل وخواتي وانا امتكت قبله ومثلت قبله واي احمد من دور الولادي ومتربي بيتي فسامي الله يرحمه كان اخ ومش زميلي اخه 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 كان هنا في مصر الايام الاخيرة اولا سامي كان هنا اه كان هنا بقاله كام سام ايه طيب يعني برضو كنتم كنا في بداية البس وباشر انه تمان يعني عاش فترة طويلة متأشر بوفاة الواجد الواجد اللي توفى يعني عام 2015 اه بعد ما مات زاد الدنيا وكان بيشتغل بجي بطل الشغلانة واخوه وخالد اللي اشتغل وكان دي برضو يعني اعمال اخراجية اه اه ساعد في الاخراج في العدل مع عمه جمال ومحمد ابن عمه ساعد في الاخراج اه كم كبير جدا اخي مالا شفته كان انت يعني اخي مالا شفته اه احمد فنال الشاب كان باستوار ازمة قلبية يعني الموضوع كان ازمة قلبية ولا مشاكل في الرئة ولا مشاكل في الرئة اه مشاكل في الرئة وازمة قلبية لكن مفيش موضوع الخضرات او كلام اللي قال هو مبطل مبطل بقاله سنين طيب اصعب كلام قاله على والده بعد وفاته كان بيكلمك يقولك ايه من عشر شوه من اخر مرة قابلته او كلمت معي فاكري عمي طبعا فاكري انا سامي اخويها لا يرحمه الله يرحمه وقلبي مع امه واخوه شالد ودول الولادة الله يرحمه طب معلش حاضرتك اول الحاضرين هنا يعني كانت تربطك علاقة قوية بيوم احكينا عن ده اكتر شايفناك بلقك ساعة قاعد ومنتظر جثمان انا فجئت النهاردة وانا ساكن في اكتوبر ما عسبتش المدة وجيت بدري لكن علاقتي بيهم من زمان واخواته عمامه احمد خبر الوفاء جيه على حضرتك خبر الوفاء عرفتم من جينة من الفينسبوك عن طريق السوشال ميديا يعني وعن طريق الاسرة خلينا نقوم شكاء احمد العد حرج بقى شايفين الدكاء والتأسر الجانب تأسر حزني يعني حبس الدموع فعنيك اه لان اسابي اخويا وابنه زي ابنه خليني برد اسألك ان احمد العدل بيعمل ان هو يرحب بدوارده لا اه انتجايا اه ممكن اخيرا لو تكررنا عن تفاصيل العزاء يعني الاكيد هيتم خلال الفترة المهمة عشان الجمهور بس يعرف العزاء كين جمع الشرك الشير زيد حبيب تواجه اي كلمة اخيرا يعني في نهاية الجايف لولدت والمحدين وللعسرة والبقاء لله وربانها اتصبرك يا مجدك وخالي في لحظات الوداء الاخيرة في مقابر الاسرة اه طبعا الجثمان هيطلع من مسجد الفاروق الى مقابر السيدة نفسها اه شكرا جزيلا لحضرتك البقاء لله البقاء لله زي ما حضرتكم شايفين متابعين الكرام نحن الان بانتظار وصول الجثمان في مسجد الفاروق بمنطقة المعادي وهننتظر مع حضرتكم وصول الجثمان والجميع على حبة الاستعداد لوصول الجثمان للصلاة عليه بعد صلاة العصر كان اعلن انه يعني تفاصيل صادمة عن وفاة نجل الفنان سامي العدل رحمة الله عليه والان متابعين الكرام يعني رحمة الله عليه الفنان سامي العدل والان ابنه قد توفي وهو في ريعان شبابه نتكلم على 32-33 سنة متابعين الكرام سنظل نرصد لحضرتكم هذه التفاصيل وكل التفاصيل الفنية سنعرضها امام حضرتكم لكي تكونوا في الصورة والمشهد الفنان سامي العدل الفنان نجل الفنان سامي العدل أحمد جمعا سامي العدل موجود يعني فيه يعني بعد ان وفته المية دخل الى احد المستشفيات متأثرا باصابته وتدهور صحته بمشاكل فيه القلب والرئة وعلى اسر ده توفي الى رحمة الله اليوم وننتظر مع حضرتكم صورة جثمان الى هنا حاجس والمسجد في احدى المساجد المعادي اللي الصلاة على جثمانه وبعد كده الدفن فيه مقابر الاسرة في البسدين شاب من الشباب ادعو العب بالرحمة والمغفرة فنان جميل وفنان كبير مات في ريعان شبابه وكان يحب والده حبا جما وللأسف يعني توفي وهو في ريعان الشباب ادعو له بالرحمة والمغفرة ادعو له بالرحمة والمغفرة ولسائر امواتنا على الارض ادعو لهم بالرحمة والمغفرة امتبئنا الكرام نحن الان نتابع مع حضرتكم وصول الجسمان الخاص بالفنان نجل الفنان سامي العدل وافته المنية منذ عدة ساعات والان الصلاة على جسمانه نتابع اشتركوا في القناة خمم في اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انتهى اشتركوا في القناة Конاخسان